أهلا بحضراتكم مرة تانية. عندي أكتر من جزئية. هنتكلم عنها سواء عن منتخباتنا الوطنية أو بالتحديد. كمان عن نادي الأهلي وآخر أخباره. خليني بس أبتدي بمنتخباتنا. ومبارح كان فيه مطشين والديين. المباراة الأولى كانت ما بين المنتخب المصري الأولمبي أمام المنتخب البنيني الأولمبي. المباراة اللي أقيمت فيه استاد المكس بالإسكندرية. والانتهت بالتعادل والإستاد بيبدون أهداف في أولى تجارب المنتخب الأولمبي مع المدرب البرازيلي الجديد ميكالي. يمكن مباراة كانت مملة شوية. مباراة ما كانت فيها جوانب فنية كتير حلوة أو ما تتمتعش بها وانت بتتفرج. لكن دايما البداية بتبقى مهمة. أكيد بيقى فيه شغل كتير جدا عايز يتعامل خلال الفترة اللي جاية من خلال الجهاز الفني. لكن طبعا تجربة ودية أكيد مفيدة بالنسبة لميكالي ولعب المنتخب الأولمبي. وإحنا عندنا بصراحة نصر مميزة جدا في منتخبنا الوطني الأولمبي. بمناسبة المنتخب الأولمبي. خليني بس أتكلم معكم عن مصطفى سعد ميسي. وده خبر مهم بيهم كل جمهير النادي الأهلي. وأنا تواصلت مع اللعب مبارح بعد الماتش عشان نتطمن على إصابته. لأنه فيه ديئة حاجة وتلاتين تقريبا ستة وتلاتين أو ساعة وتلاتين من الشرط الأول في ممورات المنتخب الأنبي مع بينين. جالوا كدمة قوية أو إصابة. الناس كلها إلئت بصراحة جمهور الأهلي بالتحديد. موضوع الإصابات بقى حاجة بالنسبة لنا صعبة شوية. فتحس إن إحنا إيه بنتخد كده نسمع إصابة بنتخد. فحظنا سيء شوية لكن إيه اللي حصل بالنسبة لميسي؟ ميسي الإصابة عبارة عن كدمة كانت قوية في توقيتها. كانت قوية جدا في توقيتها أسفل السمانة. ما وصلتش الواتر أكيليس خالص. الحمد لله ما فيش أي مشكلة. بعد المباراة الألام ابتدت تروح. حيريح بالزبط يومين النهاردة وبكرة. وبعد بكرة يشارك في التدريبات مع منتخبنا الأولمبي. وربما يتم الاستعانة به في مباراة يوم الثلاثة. لا يوم ستة وعشرين. دي الصورة طبعا بعد الإصابة. إمبارح لمصطفى سعد ميسي نجم النادي الأهل الجديد. أو خلينا في مصطفى سعد بس باش ميسي دي يا جماعة. ونفسي نتخلص من الألقاب بتاعت اللعبة العالمية. لأن ميسي ينفيش منه نسخ خالص. هي نسخة واحدة. لكن مصطفى سعد لعب النادي الأهل الجديد. إن شاء الله يكون لعب كبير ويضيف للنادي الأهل خلال الفترة اللي جاية. وهو مبشر أو بصراحة شفناه مستوياته الفترة اللي فاتت مع سيراميكا. لكن المؤكد أن الإصابة الحمد لله بسيطة. اللعب حالته في التحسن مستمر. وإن شاء الله سيكون موجود مع المنتخب خلال الفترة اللي جاية. دي طبعا صورة لي بعد إصابته مع المنتخب الأولمبي. وبعد الجلسات مبارح بالليل بعد المتش. والأمور مطمئنة للغاية. وحيشارك في التدريب من بعد بكرة على طول. النهاردة هو بكرة راحة. وبعد بكرة يشارك في تدريبات المنتخب. وممكن يلعب مطش يوم 26. أعتقد حيبقى قدام بينين برضو. التجربة الثانية لمنتخبنا الوطني الأولمبيان. فقالف سلامة على مصطفى سعد. وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا الإنسان.